وصحضور فني وأعلامي كبير وقع الفنان بسام كوسى روايته أكثر بكثير في جالري جورج كامل بدمشق هو هذا مو أنه أستطيع أن أقول هنا ولا أستطيع أن أقول هناك ولكن هي أدوات مختلفة يعني أدوات مختلفة هي كنوع مختلف عن النوع الآخر وبالتالي كل نوع فني أو جنس أدبي أو فني أو إبداعي له أدواته فأنا حاولت أنه أقدم ما يعني أفكر به أو أرغب به من خلال هذا العمل يعني أرجو أنه يوصل للآخرين العنوان دائما أي رواية تحتمل عدد كبير من الاحتمالات من الأسماء يعني ليس بالضرورة أنه يكون في اسم واحد يخص أي عمل رواي يعني أي عمل رواي يبتاخده ممكن تعطيه كذا اسم وبالتالي هذا خيار يعني خيار كان عندي كذا احتمال فوقع اختياري أخيرا على هذا الاحتمال يعني ليس هناك أكثر من ذلك يطرح كوسة في روايته وجهات نظر تخص الحياة وبعض من هموم البشرية كما أوضح عن سبب اختياره أكثر بكثير عنوانا لروايته بأن العنوان ليس بالضرورة أن يتقاطع ما فحوى العمل لكنه يمس المضمون ولو بشكل قليل اليوم أنك تقدمي رواية كاملة بتخيل بده جهد وتعب كبير ما بقدر أقول له شي لحتى أرى الرواية بس أنا بقدر أقول لكل المثقفين اللي بيشتغلوا بالحقل الإبداعي ما بيمنع أبدا أن الواحد يجرب الملكات اللي عنده ونحن أصلا بالشي اللي درسناه واختصينا فيه عم نجرد يعني أنا ما عم أقدم أنا كموسيقي ما بقدم مدارس بالموسيقى بالعكس دايما بقول بكل عمل بقدمه أنه هاي تجربة قد تنجح وقد تفشل هلأ ما منقدر نحكم على هذا الشيء إلا ما نقرأ الرواية وبتخيل وبتوقع حيفاجئنا متما دايما بيفاجئنا بأدواره حيفاجئنا بكلمة مختلفة عم ما قدم من الآخرين بشكل عام الحالة اللي عم يقدمها هلأ الأستاذ الكبير بسام كوسا هي حالة يعني بتعمل فضول عند المشاهد وأنا متابعة كتير كبير للأستاذ بسام فكتير حابة بشوفها التجربة الجديدة هي الحالة الجديدة اللي عم يطرحها الأستاذ بسام بروايته الجديدة الرواية تعتبر العمل الأدبي الثاني له بعد مجموعته القصصية نص لنص